ركعتي الفجر لوحدها اللي هي سنة الفجر القبلية يقول النبي عنها اسمع اسمع والله العظيم يا جماعة الذي يفرطها أنا في تقدير أقول أنه خسران قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الصبح خير لك من الدنيا وما عليها وما فيها كم في الدنيا والأرض من كنوز ومن خيرات ومن أشياء تلفت الأنظار وتسحر الحقيقة الألباب ومع ذلك ركعتين الفجر فقط خير من هذه الدنيا كلها حط عندك ميزان فسترى خيرية هذه الركعتين خير من كل ما في الدنيا لماذا تفوتها ولماذا تتركها أنس بن مالك يبكي كلما أذن الفجر ليش يا أنس تبكي قال فاتتني مرة ركعتي الصبح متى فاتتك ليس حاشا لهوا ولا لعبا ولا تفريطا ولا تضيعا فاتته الركعتين كان يشارك في قتال الفرص وكان يقاتل في تستر هذا الحصن كان فيه الفرص في داخله عانى المسلمون حتى فتحوه دخلوه في هذا الوقت وقت الفجر تقريبا ثلاثين ألف من المسلمين يقابلهم مئة وخمسين ألف من الفرص وانتصر أهل الإسلام وفاتت المسلمين ركعتي الصبح أنس بن مالك كلما تذكر هذا الوقت فاته مرة يبكي يقول ما لي ولتستر ما لي ولتستر وهو كان في جهاد وفي معركة في سبيل الله وفتح على الإسلام والمسلمين أيضا مما أهديك إياه وش رايكم انتم جاسين في بيوتكم تصلونوا الضحاء ركعتين ضحاء لا لا خلها أربع أقلها ركعتين لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام ايش من صلى من أول النهار أربعا كفيته آخرة صل أربع ركعات في أول النهار يكفيك آخر النهار بمجرد أنك تصلي أربع ركعات ومن زاد فله ذلك ركعتين 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 فصلوا الضحاء يا جماعة وبالمناسبة ترى سنة الضحاء لا يصليها إلا الأواب صلاة الأوابين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم أوابون ليش أواب الرجاع التائب العائد المقبل على الله أنا أقول للرجال والنساء الإخوان أخوات حتى عودوا أبنائكم على ركعات الضحاء صلوا هذه الركعات المباركة صلوا أربعا تنالون خيرية عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومما أهديكم إياه أيضا قيام الليل ولذلك قال النبي قيام الليل دأب الصالحين قبلكم ثم قال ومطردة للداء عن أجسادكم نحن خايفين من كورونا وخايفين من الأمراض بل عندنا مرضى في بيوتنا قيام الليل دأب الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت في الجنة بيتا يرى أو غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قال أبو مالك الأشعري لمن يا رسول الله هذه لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام فلماذا نفرط في هذا الفضل العظيم عندنا وقت طويل صل يا أخي ولو ركعة واحدة وبالمناسبة من صلى العشاء في جماعة اللي صلي العشاء شف صليت العشاء كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله طيب شو رأيك لو صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقمت الليل وش يكون لك من الفضل والأجري الشيء الكثير قيام الليل فعلا مطردة لكل داء على هذا الجسد اللهم اجعل هذه الهدايا لباس عافية وصحة وتوفيق لكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين